مرحباً يا حلوين اشتقت إليكم قصتنا اليوم متابعة للمرة الماضية المرة الماضية أهدى الأب وروداً للأم أنا فضولية لأعرف عن القصة التالية دعونا نستمع إلى القصة معي الآن شعرت الأم بحب الأب الذي أعطاها الزهور دخلت الأم الغرفة وكتبت رسالة إلى الأب وهي تطلع إلى البحر من النافذة كتبت أنا سعيدة أنك الذي تحبني أنا أحبك أيضاً يا حبيبي شعرت الأم بالسعادة وهي تفكر في زوجها اليوم سنرسم الأم التي تكتب الرسالة ترجمة نانسي قنقر 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 ولكن مع الممارسة ستصبحون ماهرين فيها ليس عليكم متابعة نفس الطريقة فثقوا بنفسكم ورسموا اشتركوا في القناة 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 قصتنا اشتركوا في القناة